تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى الـ 26 من أغسطس تحت عنوان العالم عالمين وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم فور الوصول لمدينة العالمين الجديدة فإن أول ما يتبادر لذهنك أنها مدينة ساحلية سياحية شاطئية فقط إلا أنك بمجرد السؤال عن أهل المدينة تصل إلى السوق الرئيسي بمدينة العالمين الممتلئ بكافة احتياجات الحياة كل حاجة متوفرة برضو بس فيه زي ما فيه ناس بتصيف فيه ناس عائشة فيه ناس فيه عمالة فيه مهندسين فيه ناس شغالة فيه شركات فتحة بيوت ناس وفي نفس الوقت برضو فيه مصايفين ما هو لازم ساحل ساحل الشمال والعالمين الجديدة وحاجة يعني حلوة بالنسبة للعالمين القديمة الناس متاحة السكن فيها متاحة للعمالة فيها والشغل طول السنة شيء تصيف الدنيا حلوة البلد كويسة والقامة فيها كويسة تتميز المدينة بخدمات أساسية للعيش فيها من مرافق ومبان سكنية ومدارس بالإضافة لتوفر مختلف المستلزمات الرئيسة للعيش بالسوق من خضروات وفاكهة ومواد غذائية وأدوات كهربائية وغيرها من أساسيات الحياة وتستضيف مدينة العالمين الجديدة هذه الأيام الزوارة من كل الأنحاء المحلية والعالمية لحضور مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى والذي تتنوع فيه الحفلات الموسيقية والغنائية والفعاليات الرياضية تحت شعار العالم عالمين العالمين الجديدة مدينة سياحية عالمية ومحلية وبداخلها مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات التعليمية والمعيشية مما يجعلها على تم استعداد لاستقبال المقيمين من أسر وشباب وأطفال كريم بيبرس التلفزيون المصري